مشاهدين الكرام للحديث أكثر عن اختيار رئيس جديد للحكومة واختلاف الكتل السياسية حوله وربض الشارع العراقي للترشح والعملية السياسية بالكامل ينضم إلينا عبر سكايب الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور حامد الصراف أهلا بكم دكتور حامد أهلا وسهلا مساء الخير عليكم مساء نور بداية تحالف الفتح وهو تحالف الميليشيات قال إن تكليف الزرف لم يستند إلى أساس قوي ما هي هذه الأسس القوية برأي التحالف مساء الخير مرة ثانية تحياتي لكم ولجمهوركم الكريم الحقيقة العملية التكليف هذه هي بداية الخطوة الأولى ومثل ما شفنا وتفضلت بالسؤال راح تجابه بي يعني على الأقل نقول خلافات وصراعات تدخل ضمن إطار نظام المحاصص المقيتة فالكتل السياسية مثل ما يعني أشرت في مناسبات سابقة على قناتكم الموقرة أن هناك صراعات الآن ظهرت بشكل جلي واضح خصوصا بعد انتفاضة تشرين المباركة هذه الكتل الحقيقة أصبحت الآن بالعلن تتصارع وتتنافس من أجل استحواذ على حصة أكبر مما كانت مقسمة في نظام المحاصصة في الحكومات السابقة يعني هذا هو سر العمل إضافة إلى عامل آخر مهم جدا عامل إقليمي اللي هو دور المليشيات ودور البصائل المسلحة التابعة لولاية الفقيه اللي تجد من الضروري أن تحافظ على مكانتها واتجسد مطامة إيران في العراق عبر رفض كل شخصية تجد أو تشك بولاها يعني مثل ما يسموهم المحور الشيعي أو محور الأحزاب الشيعي دون الانتفاة إلى الشارع وعلى الجماهير الغاضبة التي خرجت طيلة هذه الستة أشهر الماضية لا هو بالتأكيد هو طبعا السؤال ولو لم أسمع الكلمتين الأولى بس أنا أعتقد أن العملية هي بعيدة كل البعد أنا أيضا أكد على أنه الذي يحدث من قضية مشاورات اللجنة السباعية وأيضا التكليف اليوم أمس طبعا بالتأكيد بعيد عن مطالب الشارع مطالب الانتفاضة التشرين ومواصفات التي أيضا تبتوها منذ البداية في رئيس الوزراء المكلف الحقيقة هم الآن خضعة العملية خلال الساعات الأخيرة إلى مثل ما يقول مناقشات وسجالات لا بد أن نصل خلال الساعات القادمة أو الأيام القادمة إلى وضوح رؤية أكثر بالنسبة لكل الأطراف بما فيهم حتى الرئيس الوزراء المكلف سيد عدنان الزرفي سيجد طريقة التعامل مع كل الأطراف هذه دكتور إذا سمعت لي محمد توفيق علاوي قال أن الزرفي سيدخل في صراع مع الكتل إذا رفض المحاصصة مع رفض تحالف الفتح لعدنان الزرفي هل بات عليه أن يرضخ للمحاصصة؟ الحقيقة أنا في هذا الخصوص قرأت تغريدة سيد محمد توفيق علاوي بشكل جيد وشفتها أنها قابلة للأخذ وقابلة أيضا للنقاش يعني السيد عدنان الزرفي أمامه الآن مهمة صعبة جدا عملية التكليف هذه خطوة وحدة أما عملية التأليف أو تشكيل الحكومة والتحدي بإقناع الأطراف الرافضة له خصوصا الميليشيات زعماء الميليشيات يعني التابع للولي الفقي هذه قضية ثانية إذا قدر هو يسترد على الشارع ويبتعد عن نظام المحاصصة البقيتة بتشكيل حكومة وطنية من المستقلين التكنوقراط يعني ويشكل أيضا كتلة كبيرة في البرلمان ترتضي هذه التشكيلة بعيدا عن المحاصصة بالتأكيد راح يحقق نجاحه ونقلة نوعية بالبرحنة القادمة هل هذه الفرضية قابلة للتطبيق على أرض الواقع بما تفضلتم صعبة جدا أنا ذكرت من البداية قلت المهمة ليست سهلة مهمة قاسية مهمة معقدة مركبة خصوصا في الظرف الحالي العراقي يعيش الآن أزمات مختلفة مركبة أزمة صحية طبية عجز لمواجهة فيروس الكورونا الأزمة الاقتصادية العجز بالميزانية عدم إقرار الميزانية الوضع الأمني العسكري الصراعات الإقليمية وجود القوات الأمريكية الرفض الإيراني دور الميليشيات هذه عوامل كثيرة الحقيقة عليها هو أن يحسب لها ألف حساب لأيضا قضية تمرير الحكومة نفسها يعني تشكيلتها تشكيلت الحكومة وتمريرها يعني عملية التأليف وتشكيل الحكومة إقناع الكتل السياسية لأنه لابد هذه الحكومة أن تمرر عبر البرلمان وهذه أيضا إذا لم تخضع للمحاصصة طبعا عملية أنا أعتقد ليست بسهلة إذن لم تكن مستحيلة فلذلك أنا ما أسد الأبواب كلها ما أغلق الأبواب لا أمام الرجل هو مثل ما قيمنا تكليف السيد محمد توفيق علاوي منذ البداية ما كنا ضد أي شخصية يعني بالإسم لكنه نحن ضد العملية السياسية برمتها باعتبار أنه نظام وحاصص البقيتة انتهى دوره وهذا أفضل دكتور وهذا ما نتحدث به وهذا طبعا رأي الشارع أن هذه العملية السياسية لا يمكن أن تتمخض عن وطني نزيه مستقل لأنه بالتالي سيخضع لضغوطاتها كما تحدث محمد توفيق علاوي هنا ميليشي الخزع لإعتبر التكليف عدنان الزرفي اعتبرته خيانة لدماء الشهداء في العراق أي شهداء تقصد هذه الميليشيات لا هم شهداء شهداء يعني الميليشيات وأنا أعتقد هم اللي يقصدوا يعني يعني القتل أبو مهدي المهندس وقاسم سليمان نعم هؤلاء شهداء هم بالدرجة الأولى لأنه الأمريكان هم اللي صفوهم وبالتالي هم يتهمون السيد عدنان الزرفي بأنه هو يعني جاء بإرادة أو بتدخل أمريكي أو بيعني هواء أمريكي بهذا الشكل لكن العملية الحقيقة أنا مثل ما وضحت العملية أكثر تعقيد مما هم يعني وضحوا العملية معقدة صراع أقليمي دولي على الأرض العراقية الشعب العراقي قال كلمته منذ البداية رافض لهذا النظام السياسي رافض للنظام المحاصص المقيت رافض للطبقة السياسية الفاسدة الثورة جاءت لإحلال نظام جديد بإرادة الشعب العراقي ويجب يجب على الحكومة القادمة أولى أولوياتها هي محاكمة قتلت الشعب العراقي قتلت الشباب المنتفض ومحاسبة يعني هؤلاء اللي تسببوا بإصابات كثيرة بالآلاف وتعويض المصابين والجرحى وعوائلهم وهذه طبعا العملية ليست بالسهلة عملية معقدة زائد فتح ملفات الفساد أمام الشعب العراقي كله لأنه هناك حيتان فساد مستمرون في إدارة العملية السياسية المركوضة من قبل شعب الدكتور حامد الصراف الأكاديمي والباحث السياسي كنت معنا عبر سكايب شكراً جزيلاً شكراً جزيلاً